اول عملة عندنا هي عملة يوتا شوفنا هاي العملة بلجت بالفين وستطعش تجمع فلوس صارت شركة عملاقة تسوى بليون بوينت اثنين دولار يعني الف ومائتين وسبعة مليون دولار هالشركة تسوى بالسوق اليوم سعرها السوقي مركزها على العالم ستة وثلاثين يعني ستة وثلاثين مقارنة بعملات الثانية اذا عندك البيتكوين رقم واحد اللي هتاخذ زيرو بوينت سكس تريليون السهاية رقم ستة وثلاثين العملة بيها حاليا السيركولياتين سيبلاي مانتها فل يعني كل العملة موجودة مثل ما عدنا بالبيتكوين مثلا واحد وعشرين مليون هاي العملة بيها نين بوينت سبعة بليون او مليارد بالعربي وكلها نازدة بالسوق يعني ماكو بعد عملة اكثر رح يقدرون يقدرون يعدنوها كل العملة موجودة بالسوق السعر الحالي مالتها ثلاثة واربعين سنت وبس خلال اليوم زايدة تسعة بوينت أربعة بالمية احنا لما مبلشنا البث جانت الثوانية بالمية سزادت واحد ونصف بالمية خلال يعني ثواني نقدر نشوفكم الغراف مالتها هنا همينة خلنشوف احنا رح ندخل على عملة ايوتا الرمز مالتها ام اي او تي ميوتا ام يو اس دي احنا نقدر نشوف خلال كانت الدياغرام الساعة نقدر نشوف اليوم من ساعة من يوم ثمانية بالشهر سبوع الفات زادت تقريبا 34% من قيمة ماتها بعدين نزلت مرة ثانية الى نزلت 31% ونصف من قيمتها ومن يوم 11 بالشهر لحد الان زادت 37% هذا اللي يسموه حرف اليو انه تصعد وتنزل تصعد وتنزل تصعد وتنزل لحد ما بعدين بالنهاية تصير stable واذا تستثمرتوا بهذه العملة بشهر الواحد هسا الاستثمار ماتكم زايد 50% خلال اشهر اذا ترجع على هاي العملة اول ما نزلت مثل ما قلت لكم بل في انو خلال نشوف هنا لازم نحط ايام ما قد سور راح يكون الاجرافي يطلع هذا الشي لي ورا لانه ما كانت نازلة بهذا الموقع بس نقدر نمكان نشوفها على كونجيكو اذا شوف عندهم الاجراف هنا السنوات هنا تقدر شوف انو لما نزلت اول شي بالسوق ب2017 البيع مالتها كان بسنة 2016 يسم سووا الاي سي او شرحنا عليه بالحلقة الفاتت وعديا اول ما نزلت كانت 52 سنت تمام وهسا صارت يعني هنا البيك مالتها كان يعني طخت الخمسة دولار وربع وبعدين نزلت الشركة كبرت خلال هذا الوقت اتها وقت تكون نفسها فهاي على اغلبية ممكن تصعد بالموسم العملات البديلة اللي وحنا سرح يعني مقبلين عليه وعليكم السلام مصطفى شانك شان صحتك الموسم العملات البديلة لما نيجي هاي العملات رح تصعد فيعني اذا تصعد من دي نحجي نص دولار الى خمسة دولار ضاعفت في عشرة يعني اذا حطيت مئة دولار صارت ألف دولار بها فاني اصور العملات البديلة رح تزيد عن الماركت كاب مالتها من 2018 اول ما نزلت رح تتعبرها بهواية فالماركت كاب مالتها يعني السيطرة مالتها على سوق هم رح يزيدها من اذا تريدون تشترون هاي العملة تقدرون تدخلون على موقع العملة موجودة بهذا خصصا اللي تداولون العملات بالشرق الاوسط واحنا رح نحط اللينك بالدسكريبشن اكو حملة حاليا تقدرون تحصلون مئة وخمسة وعين دولار المتابعين عرب ماركت كاب فاتش يحصل احنا مسويكم اياه اشتراكية وياه هذا الموقع هذا الموقع مفتوح او المنصة هاي مفتوح مئة وخمسة واربعين دولة ومن ضمنها العراق فيعني تقدرون تستجنون بشكل رسمي ما تحتاجون تستخدمون VPN او الى آخر حطيت اللينك انا بالكومنت فهنا تقدر تدخل تروح على كلمة trade سوي basic وتكتب UST تذار Euta هنا تحط Euta وهنا عندك تقدر تبيع وتشتري انا هسا عندي تقريبا 355 Euta اقدر ابيع هن كلهن ب 154 دولار او اقدر اشتري كمية اكثر اذا اريد بسعر السوق او بسعر اقل من السوق يعني اقدر حط طلب الشراء قبل ما السوق ينزل سعره من طريقة تحليل الغراف فهسا احنا الغراف اثلا نقدر نشوفه قلنا انه خلال كم يوم زايد 30% فممكن يكون اكو حرف يو ثاني رح يجي قريبا يكون وقت زين انه واحد يشتري المنمم اللي ممكن توصله يعني يسا من دا شوفه من الغراف 33% فانت ممكن انت هنا ست تشتري على البيك فواحد يتأثى دائما من يشتري بالبيك وواحد كنصيحة يشتري على البوتوم على ال كاندلز الحمرة فواحد يحطها باللستامات هنا على كوينجيكو واحد يقدر يضيف عملة الى فايفوريت يعني اذا عند اكاونت ويتابعها بالمستقبل فهاي اول عملة عدنا هي عملة ايوتا نقدر بس نشوفهم بشكل سريع على الشركة والمشاريع اللي يساوها هنا اكو عندك اكسبلور ايوتا تقدر تدخل تقدر تقرأ البلوغ تشوف المحفظة مالتهم عدهم فشي اسمه اندوستري ماركت بلايس وعدهم فشي اسمه داتم عدهم هواي منتجات صراحة بس الراودماب مالتهم تقدرون نشوفون السحانية بـ 2021 عندهم اكثر من شغلة رح تنزل هذني اساميهم عندك تشيري سليس هاي رح تنزل بـ 2021 انها تقدر تشوف بعدهم الحد الان معالنين التاريخ مالتها فعادة لما يصير فشي تطوير بالعملة ينزل فشي جديد بهذا الوقت العملة يزيد سعرها فهنا من عندك البي والستريم والكروناكل هذني كلهم شغلات يعني منتجات هما رح ينزلوهم بالسوق ده تشوفون انه معظميتهم حاطيها 2021 2021 يعني اول كم شهر بسنة 2021 حال وقربني خلصا بالضبط هنا تقدر تشوف يعني مثلا على تشوف تقدر هنا تشوف شنو الشغلات اللي ناقصة فهنا مثلا الـ برمجة تقريبا تقدر دول 85% خلصان هذا الـ 8% خلصان فتقربون على النهاء واكو شغلات خلصانة هاي هنا هاته موجودة وعندك غير الـ أكو مكان هنا بـ تقدرون تشوفون العملة نفسها تقدرون تروحون على مثلا Data Marketplace هذا منتج همه مسوي قطعينا مثال بالبداية على سنسور من الحرارة هي قيس الحرارة وهذه المعلومات تكون متوفرة للكل مفتوحة للكل هنا الصور مساوين هيتش مثال وهنا الشي الحل تقدرون تشوفون الـ partnership الشركاء من هاي الشركة معظمية الشركات النرويجية موجودة هنا BKK DMV GL DMB Fujitsu شركات عملاقة داخلين ويا هاي الشركة Nordic Semiconductors Microsoft NTE جامعات University of Oslo و أكوة حاليا هاي فرص شغل صراحة بهذا المجال إذا تدخلون على LinkedIn تقدرون تشوفون أكوعدهم صفحة للإيوتا تقدرون تقدرون على شغل إذا تريدون تشتغلون بعض المجال مجال هنا نقدر ندخل راح شوفهم السريع شركة ممتازة وإلها مستقبل قوي أنا أصور ها نفس الشي ويعني مو فشي جديد نازل بالسوق أول سنة لا ملاكس قديم معروف المعروف فهي كانت شركة Iota ماذا أقدر أتخل على LinkedIn طبعا بس راح أحط لكم اللينك ما IoT Foundation تقدرون تدخلون علي و تشوفوا اشتركوا في القناة